الصورة الكاملة لتفجيري ظهر البيضر والطيوني باتت بحوزة شعبة المعلومات وبسرعة قياسية فقد أظهرت التحقيقات التي أجرتها الشعبة أن سيارة النسان مورانو التي استخدمت في تفجير ظهر البيضر وسيارة المرسيدس التي استخدمت في تفجير الطيوني مصدرهما منطقة البقاء أما الهدف فيرجح أن يكون القيام بعملية مزدوجة ضد الضحية الجنوبية إلا أن ثمت تفاصيل دقيقة وصغيرة أعاقت إتمام ما تم التخطيط له من قبل كتائب عبدالله عزام أحد فروة تنظيم القاعدة وبحسب تحقيقات شعبة المعلومات فإن المورانو تحركت ومن ثم المرسيدس في طريق من البقاع إلى بيروت لكن المرسيدس أصيبت فيما بعد بعطل في أحد دواليبها ما دفع بسائقها إلى إبلاغ من كانا داخل المورانو عندها توقف الجيب في سوفر بعد ذلك غادل الشخص الذي كان برفقة سائق المورانو لمساعدة سائق المرسيدس المفخخة وهنا اضطر الشخص الثاني في المورانو من المغادرة على عجل وتوقف الجيب في سوفر ينتظر في هذه الأثناء شك شخص من أبناء المنطقة بأمر الجيب فاتصل بقوى الأمن الداخلي في الوقت الذي تحركت فيه المورانو باتجاه بيروت عندئذ قامت سيرات قوى الأمن الداخلي برصد ومطاردة الجيب الذي عاد أدراجه إلى طريق البقاع عندما شعر بالمطاردة في هذا الوقت أبلغت القوى المطاردة حاجز ظهر البيدر عن وضع الجيب فتحضر عناصر الحاجز الذين أوقفوا بداية شاحنة صغيرة وقفت خلفها سيارة الجيب المطاردة ثلاثة عناصر التفوا من الجهة الثانية للصائق فيما توجه المؤهل أول محمود جمال الدين نحو الصائق الذي هدد بتفجير نفسه ثوان قليلة فصلت بين التهديد وانبطاح العناصر الثلاثة حتى دوى الانفجار فسقط جمال الدين شهيدا بعدما حاول منع الانتحاري من تفجير نفسه اختفى الرجل الثاني الذي كان بداخل المورانو كما اختفت المرسدس لتظهر بعد ثلاثة أيام عند أحد مداخل الضحية الجنوبية لبيروت وتحديدا عند أول جادة هادي نصر الله على مقربة من مقهى أبو عساف هي نقطة تضم العديد من المقاهي اعتاد روادها الخروج منها بعكس السير تفاديا للوقوف على حاجز الجيش وهذا ما حاول فعله سائق المرسدس المفخخة ولكن عطلا ما أصاب السيارة فتوقفت عندها صودف مرور المفاتيشين في الأمن العام عبدالكريم حدرج وعلي جابر اشتبه الرجلان بوقوف السيارة بعكس السير في وسط الطريق حاول حدرج إجبار السائق على عدم التحرك فيما توجه جابر جريا نحو حاجز الجيش لإبلاغه وطلب المساعدة ولكن ما هي إلا ثوان حتى فجر الانتحاري نفسه فأصيب جابر قبل بلغه الحاجز وسقط حدرج شهيدا ترجمة نانسي قنقر